وفي شان أخر اعترض دفاع الجوي السعودي صاروخاً فالسياً أطلقته ميليشيات الفلسية الإيرانية باتجاه جزان جنوبية السعودية وأكدت مصادر عالمية أن الحادثة لم يلحق أي ضرر بشري أو مادية يأتي ذلك في وقت أحبطت القوات الشرعية اليمنية هجوماً شنته الميليشيات على موقع الدفاع الجوي بتعز وفي سياق دي صلة قصفت مقاتلات التحالف العربي غارة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثية في مركز محافظة صعدة المعقد الرئيس للميليشيات الإيرانية يأتي هذا التطور بعد أعلان قوات المقاومة الوطنية اليمنية التي يقودها العمي طارق صالح سيطرتها على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مدينة المخا والتي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثية الانقلابية ودفع هذا التطور قادة الحوثيين إلى طلب النجدة من أبناء محافظة الحديدة للوقوف إلى جانب ميليشياتهم تطور ميداني بالغ الأهمية في جبهة الساحل الغربي لليمن بعدما سيطرت قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميط طارق صالح على المرتفعات التي كانت تحيط بمعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي والتي كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تتمركز فيه وأوضح مصدر عسكري أن قوات من ألوية حرس الجمهورية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عمليات نوعية مسنودة بضربات جوية من طيران تحالف دعم الشرعية استطاعت من خلالها أن تبسط سيطرتها الكاملة على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بعد أن كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأكد المصدر أنه تم قطع الإمدادات عن الميليشيات الحوثية المنتشرة في المنطقة لافتا إلى أن السيطرة على هذه المرتفعات يقطع الإمداد عن كافة المجاميع الحوثية المنتشرة في المنطقة ويجبرها على الاستسلام أو الموت دون قتال وأطلقت قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل أولى عملياتها العسكرية والتي تهدف إلى تأمين الساحل الغربي وصولا إلى تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجية ودفع هذا التطور الميداني اللافت القياديين الحوثيين إلى الاستجداء بأبناء محافظة الحديدة للوقوف إلى جانب ميليشياتهم واعترف أحد أهم قادة الميليشيات الحوثية للمرة الأولى بما يعانيه أبناء الحديدة من صعوبات في مختلف الجوانب حيث تشهد المحافظة أوضاع معيشية بائسة في ظل نهب الحوثيين مواردها المالية والاستلاء على المساعدات الدولية المقدمة للسكان عبر مينائهم وعكس حديث القائد الحوثي حالة الضعف التي وصلت إليها ميليشياتهم على وقع الهزائم الميدانية في مختلف الجبهات ومخاوثهم من تحرير معقلهم الرئيس في صعدة وانتزاع آخر أوراق قوتهم وعامل بقائهم بعودة الحديدة ومينائها إلى الشرعية اليمنية